اشتركوا في القناة واشد فخامة الرئيس الجيبوتي باستضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين برئاسة جلالة الملك المعظم في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه الوطن العربي معربا عن تطلعه لنجاح القمة في تحقيق أهداف وتطلعات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية لترسيخ التضامن العربي وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل العربي وحماية الأمن القومي وقد أعرب وزير الخارجية عن سعادته بزيارة جمهورية جيبوتي الشقيقة ولقاء فخامة الرئيس ونقل سعادته إلى فخامته تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والعافية ولشعب جيبوتي الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار وأطلع سعادة وزير الخارجية فخامة الرئيس الجيبوتي على الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المقرر عقدها في السادس عشر من مايو الحالي في مملكة البحرين اشتركوا في القناة